السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الأول التجاري معاكم أستاذ محمد عرفات إن شاء الله هنشرح النهاردة مادة مبادئ القانون التجاري للصف الأول التجاري مادة القانون بتاعتنا مادة جميلة جداً مطلوب منك تبقى عارف في البداية يعني إيه القانون هندرس في المادة دي حاجات كتير جداً هنعرف في الأول إيه هو التعريف بتاع القانون وإيه هي الخصاص بتاعة القاعدة القانونية وهناخد بعد كده نتكلم عن الجزاء وهي أنواع الجزاء وصور الجزاء وبعد كده ناخد الفرقة بين القانون العام والقانون الخاص وإيه هي أنواع القانون العام وهي أنواع القانون الخاص وبعد كده هننتقل إلى مصادر القانون المصري القانون مصري ده جاي منين المنبع بتاعه إيه جاي منين في مصادر رسمية في مصادر احتياطية في مصادر تفسيرية هنعرف ده كله إن شاء الله يعني لما يجي مثلا زي قضية قدامنا القضية لما بيجي يحكم فيها هيحكم بناء على أني قانون بالزبط ففي عندي أول حاجة بيلجأ إلى مصادر بتسمى مصادر رسمية بعد كده لو ملقاش يعني حكم أو لقى قانون بيطبق على القضية اللي قدامه هيضطر يلجأ للمصادر الاحتياطية وبعد كده بيلجأ إلى المصادر التفسيرية فيه بعد كده نتكلم في النهاية طبعا على موضوع التاجر إيه هو مين هو التاجر وهنعرف شروط اكتساب صفة التاجر ومتى يتقل عليك تاجر وإيه الالتزامات اللي بيلتزم بيها التاجر طيب هنبدأ على طول الحالة بتاعتنا دي الحالة الأولى في مادة مبادئ القانون التجاري يعني دوة بداية المنهج هنبدأ في البداية بتعريف إيه هو القانون يعني إيه قانون هو مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم علاقات وسلوك الأفراد في المجتمع ويقوم على احترامها سلطة عامة توقع الجزاء جبرا على من يخالفها يعني إيه كلمة القانون لكن القانون عبارة عن مجموعة قواعد عامة خلي بالك عبارة عن قاعدة وقاعدة وقاعدة جمعهم على بعض يعملوا قانون فعبارة عن مجموعة قواعد عامة القواعد دي ملهبة عامة ومجردة يعني قواعد قانونية عامة ومجردة عامة ومجردة يعني بتطبق على كل الأشخاص بدون تمييز أو تفرقة وكله سواء امام القانون يعني كله زي بعضه ماليش دعوة ده صفته ايه ده لونه ايه ده ديانته ايه ما يخصنيش الكلام ده كله لان القاعدة القانونية بتطبق بشكل عام ومجرد طيب القاعدة دي احنا بنحطها لي او القاعدة القانونية دي بنحطها لي عشان تنظم سلوك الافراد في المجتمع من غير القانون هيبالبقاء للأقوى اللي مع القوة هو اللي هيبال موجود هو اللي هيبال مسيطر ولكن بناء على القانون هيبال فيه عدل لا مفيش ظلم مش موضوع بقى الفتوة وموضوع الاقوى والكلام ده كله طيب يبقى كده احنا بنحط القانون عشان ينظم علاقة وسلوك الافراد في المجتمع كذلك القانون ده نسأل نفترض القانون بيقول اللي هيسرق مثلا هياخد سنتين سجن مش معنى كده ان واحد اول ما يسرق انا روح انا جاي واخده حطه في قوضة واسجنه لمدة سنتين لا طبعا لان اللي بيقوم على تضييق القانون السلطة العامة يعني فيه سلطة مختصة هي اللي بتوقع الجزاء على يخالف القانون يعني اي حد يخالف القانون مش انا اللي باجا طبع عليه العقاب من النفس لا طبعا ده فيه سلطة عامة هي المسؤولة عن توقيع العقاب يبقى ده وكده تعريف القانون يبقى هو عبارة عن مجموعة القواعد العامة المجردة للتنظم علاقات وسلوك الافراد في المجتمع ويقوم على احترامها سلطة عامة توقع الجزاء جبرا على من يخالفها طيب فيه بعد كده بنتكلم عن القعدة القانونية ايه هي القعدة القانونية انا قلت لك القعدة القانونية يعني انا قلت كواعد قعدة اثنين ثلاثة اربعة بين جمعهم على بعض يعملوا قانون يبقى القعدة القانونية هي الوحدة التي يتكون من مجموعة القانون يعني لما جمعهم على بعض قعدة وقعدة كده يعملوا معي قانون طيب فيه بعد كده ننتقل إلى عناصر القعدة القانونية القعدة القانونية عندي لها عنصر عنصر بيسمى الغرض وعنصر بيسمى الحب يعني نفترض بما واحد يرتكب خطأ سبب لي أنا ضرر فده اسمه الغرض ده هو تينا بنسميه الغرض اللي هو العنصر الأولاني يعني أنا واحد يرتكب في حقي خطأ سبب لي ضرر يبقى ده الغرض أو ده الفعل اللي هو أنبيه عندي نمرتنين حاجة اسمه الحكم فهو ملزم بالتعويض عن الأضرار اللي حصلتني يبقى كده أنا عندي عناصر القعدة القانونية عنصرين الغرض والحكم الغرض اللي هو الفعل اللي أم بيه اللي هو سبب لي بيه ضرر وخلي بالك لازم أن يكون الفعل اللي هو أم بيه سبب لي ضرر بعد كده مدام سبب لي ضرر هيبقى ملزم بالتعويض عن الأضرار اللي أصبتني يبقى عناصر القعدة القانونية العنصر الأول اللي هو الغرض اللي هو ارتكاب فعل خاطئ ينتبه عنه حدوث ضرر لشخص ما زي ما احنا قلنا كده او هو ظاهرة او واقعة معينة متى حدث ترتب علي القانون اثرا معينة ده الغرض اللي هو العنصر الاولاني طالما حصل الغرض يبقى لازم عندي العنصر الثاني اللي هو الحق ايه بقى هو الحق؟ هو التزام من ارتكب هذا الخطأ بتعويض من وقع عليه الضرر يعني الشخص اللي ارتكب هذا الخطأ ملزم ان هو يعود الشخص المضرور او هو الاصر اللي يرتبه القانون على حدوث الغرض اذا عناصر القاعدة القانونية بتنقسم الى عنصرين الغرض والحق الغرض اللي هو الفعل اللي انت عملته بس بشرط لازم ان يكون الفعل يسبب لي ضرر بعد كده الحكم ان انت ملزم بالتعويض نتيجة الضرر اللي ترتب عليك طب فيه بعد كده احكام القواعد القانونية من حيث طبيعة الخطاب في القاعدة ايه هي احكام القواعد القانونية؟ انا عندي ثلاث احكام وهناخدهم طبعا بالتعريف بس انهم بعرفينهم الاول ايه هما واحد حكم امر اتنين حكم ناهي تلاتة حكم تخيير لما اقولك حكم امر يعني انا هلزمك بفعل شيء ناهي هنهيك عن فعل شيء تخييري يعني الموضوع يرجع لك انت حر اعمل اللي انت عايزه مش هتأثر معانا لاني ساعتها مش هكون خليفة قاعدة قانونية يبقى انا عندي احكام القواعد القانونية بتنقسم الى تلاتة امر وناهي واخر واحد اللي هو تخييري يعني انت ليك الحرية في اختيار اي شيء منهم طيب تعال انا اخد التعريفات بتاعتهم اول حاجة الحكم الامر يكون الحكم امر اذا كان مضمونه طلب القيام بفعل معين على سبيل الالتزام يعني انت لازم انت تعمل الفعل ده انا الزمتك بيه يبقى ده امرتك بحاجة هتعملها يبقى ده اسم حكم امر طيب الحكم الناهي هو الحكم اللي يتضمن طلب الامتناء عن فعل معين على سبيل الالتزام اوعى تعمل فعل ده يعني اوعى تسرق عشان لو سرقت هتاخد عقاب هتتسجن اوعى تقتل عشان لو قتلت هتاخد اعدام فهنا اسمه حكم ناهي بنهيك عن فعل شيء فيه بعد كده الحكم التخييري هو الحكم الذي لم يطلب القيام بفعله معين ولا الامتناء عن هذا الفعل بل يخير الشخص بين فعله او تركه يعني ايه يعني مثلا انا واحد بيه اجر فالقانون قال لو انت عايز تاخد الاوجرة في نص الشهر وخده عايز تاخد الاوجرة في اخر الشهر وده الموضوع يرجع ليك انتوا اللي اتنين شوفوا انتوا هتختاروا ايه في نص الشهر في اخر الشهر في اول الشهر اللي انتوا عايزينه فهنا يعتبر حكم تخييري ليكو الحرية في الاختيار طيب فيه بعد كده ننتقل الى خصائص القاعدة القانونية الخصائص زيما لما تيجي تطلع خصائص او شروب بتطلعها من قلب التعريف فبيقول لك ان الايه هي خصائص القاعدة القانونية اولا القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية يعني ايه قاعدة اجتماعية يعني انا عشان اقول ان هناك قاعدة قانونية بلازما فيه مجتمع ما ينفعش احط قانون في منطقة فيها صحرة او منطقة صحرة ما فيهش اي افراد يعني لازما يكون هناك سكان ومنطقة جغرافية موجود فيها سكان ساعت احط قاعدة قانونية لأن القاعدة القانونية الهدف منها تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع ولا توجد إلا في المجتمع طيب المنطقة دي ما فيهش سكان خالص هحط قاعدة قانونية أعمل بها إيه؟ يبانا عشان حط قاعدة قانونية لازم تتحط القاعدة القانونية في مكان فيه مجتمع فيه أفراد فيه ناس طيب اتنين القاعدة القانونية عامة ومجردة وقلنا هنقول عامة مجردة لما أنا دتلك في الأول في التعريف نعم ما بتطبق على كل الأشخاص بدون أي تمييز وما نشدعه بالصفة بتاعته مين أو هو مين أو أبو إيه أو هو الرجل غلبان أو الرجل يعني مستوى كبير أو حد في المجتمع واصل ما نشدعه بالكلام ده كله القانون بتطبق على كله كله سواء أمام القانون عشان إن القاعدة القانونية بتطبق بشكل عام ومجرد فالتجريد عبارة عن أو هو أن القاعدة القانونية عند وضعها ابتداء لا ينظر فيها إلى شخص معين بذات من إيش دعوهمين كي تطبق علي هذه القاعدة ولا إلى وقاعة محددة بالذات كي تسر عليها أو القانون لما تحط حط على كل الوقائع وعلى كل الناس المعمومية هي أن القاعدة تطبق على جميع الحالات والأشخاص الذين يتوفر فيهم شروط انتباكة بصرف النظر عن زواتهم أنا ما ليش دعوة هم مين إذن القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجرد على فكرة ما ينفعش يكون مجرد بس وما ينفعش يكون عامة بس ده لازم التجريد والعمومية يكونوا موجودين يعني لازم عامة ومجردها اللي اتنين مع بعض طيب رقم ثلاثة من ضمن الخصائص بتاعة القاعدة القانونية أن القاعدة القانونية قاعدة ملزمة مصحوبة بجزاء تتضمن هذه الخاصة في الحقيقة فكرتين صفة الإلزام وضرورة الجزاء هنا بنقول أن القاعدة القانونية قاعدة ملزمة مصحوبة بجزاء فيما معناها أن أنت ملزم بالقاعدة القانونية ولو أنت ما طبقتش القاعدة القانونية هيوقع عليك جزاء إذن دي قاعدة يعني أنا شنقول عليها قاعدة قانونية لازم في النهاية تكون مقترنة بجزاء طب لو كانت مش مقترنة بجزاء يعني مثلا لما أقولك صلي عشان لو ما صليتش حرام هل هنا دي قاعدة قانونية لا طبعا دي مش قاعدة قانونية دي قاعدة نصح وإرشاد أنا بنصحك وبرشدك لفعل الخير أو لفعل الحاجة الصح إنما لما أقولك اوعى تسرع عشان لو سرقت هتتحبس يبقى دي قاعدة قانونية ليه؟ ليه في النهاية أنا ذكرت عقاب طبعا ما ذكرت عقاب ويطبق في الدنيا كمان يبقى ساعتها دي قاعدة قانونية يبقى عشان نقول عليها قاعدة قانونية يبقى لازم تكون مصحوبة بجزاء يعني هيوقع عليك جزاء في النهاية لو انت خلفت القاعدة طيب الموضوع طبعا هيخلينا نعرف يعني ايه هو الجزاء ايه هو الجزاء الجزاء هو الأثر الزاجر المحسوس الذي توقعه سلطات الدولة على الفرد نتيجة مخلفته للقاعدة القانونية أثر الزاجر محسوس يعني لازم أن تكون حاجة محسوسة يعني لازم يكون العقاب مدي وليس معنوي مدى زي مثلا نجي أحبسك 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 في السجن أقيد يعني من حريتك أو أعدمك اللي أنهي الحياة بتاعتك خالص أو أخد غرامة أو تعويض من الفلوس بتاعتك هنا انت تأثرت وحسيت بالعقاب يبقى هنا هو الأثر الزاجر المحسوس الذي توقعه سلطات الدولة على الفرد نتيجة مخلفته للقاعدة القانونية إذن الجزاء لازم أن تكون حاجة محسوسة لازم أن الشخص اللي هو ارتكب الجريمة يحس بالعقاب فهنا بنقول عليها الأثر الزاجر المحسوس طيب فيه بعد كده خصائص الجزاء الجزاء عندي ليه كذا خاصية هنذكرهم واحد أنه خلي بارك برده نقول لك لما بديجي نذكر الخصائص بجبها من قلب التعريف واحد أنه ذو أثر زاجر محسوس أي أن العقاب الذي يوقع على من يخالف أحكام القانون لابد أن يكون عقابا ماديا وليس معنوي يعني لازم أن تكون حاجة محسوسة حاجة مادية تقع على جسم الإنسان أو على مال الإنسان فهو يصيب الإنسان المخالف في شخصه كالسجن أو في ماله كالغرامة أو التعوين يعني لازم أن الإنسان يحس بيها لازم أن تقع بشكل مدي على الإنسان وليس شكل معنوي فيه بعد كده الخاصية الثانية أنه حال غير مؤجل يطبق في الحياة الدنيا العقاب بتاع القاعدة القانونية يعني لو أنت خلفت القاعدة القانونية فالجزاء اللي يوقع عليك بيوقع وإنت عايش حالاً دلوقتي بشيء انت ارتكبت الجريمة يبقى أنت في خلال فترة بسيطة جداً هنوز ضدك حق وتتحبس أو تتعدم أو تدفع الغرامة يبقى بيتطبق في الحياة الدنيا عكس قواعد الدين قواعد الدين لو أنت خلفتها العقاب بتاعك العقاب بتاعك بيبقى مؤجل للآخرة يبقى هنا بنقول أنه حال غير مؤجل يطبق في الحياة الدنيا أي أن الجزاء يطبق على المخالف حال حياته وفور حدوث مخالفة مخالفة القاعدة القانونية بعكس قواعد الدين التي يكون الجزاء أحياناً فيها مؤجلاً إلى الآخرة طيب التلاتة أنه معين من حيث نوعه ومقداره نحل بالك أنت بعد أن ترتكب الجريمة مش بتتفاجئ بالعقاب لا طبعاً لانت قبل ما تت LA عارف لو أنت ارتكبت الجريمة عقابك إيه القانون موضوع من بدري من قبل ما تتتكب الجريمة فبالتالي لو أنت ارتكبت الجريمة بتبقى عارف عقابها إيه في النهاية قبل ما يزر الحكمة أصلاً أنت متوقع الحكمة يبقى إيه لأن العقاب بتاع الجريمة بتاعتك هو كان معين من حيث النوع والمقدار نوعه إيه مثلا حبس ولا اعدام ولا سجن ولا غرامة وكمان مقدر ادي ايه بالزبط الغرامة ادي ايه بالزبط 10.000 2000 2000 2000 ايام ما يكون والسجن مثلا مدته كايم 3.7.15.25 ايام ما يكون ده كده العقاب فانت عارفه معين من حيث المجدار ومن حيث النوع فانت اكيد عارفه كويس جدا رقم اربعة ودي اهم اللي هو استقصار السلطة العامة بتوقيعه على المخالف يعني اي حد هيخالف هذه القواعد الجزاء مين اللي هيوقعه السلطة العامة ايه بخلي بالك مش انا لو انت دهيتيني او ضرتيني او ضرتيني او سرقتيني مش هينفع ان انا اشوف القانون بيقول اللي بيسرق مثلا انه كانت سير بسيطة يبقى سنتين مثلا اهدج وحطك عندي فقودة واحجزك لمدة سنتين اكيد لا طبعا ملمين ايه بيطبق الجزاء اللي السلطة العامة هي اللي هي المستثرة بتطبيق القانون على الشخص المخالف او توقيع الجزاء على الشخص اللي ايه اللي بيخالف القانون يبقى بنقول استثار السلطة العامة بتوقيعه على المخالف ومن ثم لا يجوز لاي فرض ان ينتقم لنفسه ممن اساء اليه بمخالفة القانون طيب الجزاء ليه صور انا عندي ثلاث صور للجزاء فيه جزاء جنائي وفيه جزاء مدني وفيه جزاء اداري اولا الجزاء الجنائي هو الجزاء الذي يترتب على مخالف القواعد القانوني الجنائي يعني خليفت قاعدة من قواعد القانون الجنائي وهو اشد صور الجزاء القانوني خلي بقى لك اشد صور عندي انا قلت لك عندي ثلاث صور جزاء جنائي وجزاء مدني وجزاء اداري عشان برضو نقدر نفرق ما بينهم لما قولك جزاء جنائي يعني خليفت قاعدة جنائية ام لما قولك جزاء مدني خليفت قاعدة مدنية جزاء اداري خليفت قاعدة ادارية بس اشد صورة من الصور التلاتة الجزاء الجنائي اكيد والجزاء الجناية يقوم نتيجة الاعتداء على نظام المجتمع وتهديد امنه وسلمه يعني واحد بيعتدي على واحد بيعوره او بيموته فهنا انا اعتبر مش بيعتدي على فرض بس انا اعتبر بيعتدي على المجتمع باكمله عشان كده العقاب بتاع الفعل او الجريمة الجنائية بيبقى عقابها شديد بيبقى العقاب غليز وهنعرف كمان شوية اصلا انواع الجرائم لان انواع الجرائم عندي بتنقسم الى 3 اللي هو الجناية والجنحة والمخالفة طيب فيه بعد كده الجزاء المدني ايه هو الجزاء المدني هو الجزاء الذي يترتب على مخالف القاعدة من قواعد القانون المدني الجزاء المدني يقوم نتيجة الاعتداء على حق خاص لأحد الافراد يا ببص لما اتكلمت عن الجزاء الجناية انا بعتدي على شخص بعوره بموته ده جزاء هاخد العقاب بتاعي بالجزاء اسمه جزاء جناي لان اعتدت على حياة انسان اما الجزاء المدني انا ما اعتدتش على حياة الانسان لا انا اعتدت على حق للانسان فهنوقع عليه جزاء بيسمى جزاء مدني انا مثلا سرقت التليفون بتاعه سرقت الشقة بتاعته فانا ما اعتدتش عليه هو شخصين انا اعتدت على الحق الشخص بتاعه فالعقاب اللي يوقع عليها باسمه جزاء مدني رقم 3 الجزاء الإداري وهو الجزاء الذي يترتب على مخالف القواعد القانون الإداري اللي هو الجزاء اللي بيوقع على الموظفين أي حد بيخالف القواعد الإدارية فبالتالي بيتعرض للعقاب زي مثلا بندله لفت نظر أو زي مثلا بنعمله إنذار أو بنخصم له من مرتب بتاعه أو بنحرمه من الترقية أو بنحيله المعاش بدري أو بنفصله من الخدمة فهنا ده جزاء اسمه جزاء إداري بيوقع طبعا على الموظفين اللي بيعملوا بالدولة طيب أنواع الجرائم أنا قلت لك إن أنا عندي 3 أنواع من الجرائم في جناية وفي جنحة وفي مخالفة طبعا لما أجا أقول لك أنواع الجرائم مش تقول لي سير أو نصبه خير لا ما تذكرهمش كده لما أجا أقول لك أنواع الجرائم هتقولهم بشكل عام في جريم الجناية في جريم الجنحة وفي جريم المخالفة أشدهم أو أكثرهم خطورة الجناية بعد كده هنقل شوية تبقى الجنحة بعد كده هنقل شوية تبقى المخالفة يبقى أشدهم الجناية فالجناية هي أكثر الأفعال خطورة وهي أشد أنواع الجرائم زي مين؟ زي القتل أو الخيانة العظمة وعقوبتها دايما الإعدام أو السجن المشدد أو المؤبد يبقى الجناية أشدهم خطورة أشد حاجة فيهم والعقاب بتاعها طبعا بيصل إلى الإعدام وممكن يصل إلى المؤبد أو المشدد فيه بعد كده خلي بالك دي أشدهم في الخطورة بعد كده الجنحة رقم اتنين هي جرائم أقل خطورة من الجناية مثل السرقة البسيطة أو النصب وعقوبتها الحبس أو الغرامة يعني العقوبة بتاعتها تبقى حبس وغرامة دي الجنحة أقل شوية أنا ما اعتدتش على الإنسان أنا اعتدت على الحق الشخص بتاع الإنسان رقم 3 المخالفة هي أقل الجرائم خطورة زي مثلا بيخالف قواعد المرور والعقوبة بتاعتها دايما بتبقى غرامة يبقى لو لاحظنا عندي 3 اللي هو جناية جنحة مخالفة أشدهم خطورة الجناية زي القتل مثلا العقوبة بتصل فيها للإعدام أو مؤبد أو مشدد ودي أشدهم في الخطورة ننزل نخف شوية هننزل على الجنحة أنا مش باعتدت على الإنسان أنا باعتدت على الحق الشخص بتاع الإنسان بيكون العقوب فيها سجن مثلا وحبس ننزل بعد كده على المخالفة المخالفة دي حاجة تفهة جدا العقوب بتاعتها أقصى بيصل إلى الغرامة ودي أقلهم خطورة طبعا المخالفات زي مثلا واحد بيخالف الإشارة بتاعت المرور فبندفعوا ايه غرامة يبقى دي أنواع الجرائم عندي فيه بعد كده وظائف الجزاء الجنائية طب الجزاء الجنائية اللي أنا بحطه للشخص اللي هو سواء مؤبد مشدد إعدام هل ليه وظيفة؟ يعني ايه لازمة الجزاء الجنائية؟ بحط الجزاء الجنائية ليه؟ قالك ليه وظيفتين وهمين جدا المنع والردع المنع فهو يمنع أفراد المجتمع من ارتكاب الجرائم خوفا من توقيع الجزاء عليهم أما الردع هو الجزاء يعتبر ردعا للمحكوم عليه حتى لا يرتكب الجريمة مرتهم سنية منع هو أنت لما تعرف أن واحد صديق لك ارتكب جريمة فخد مثلا عشر سنين سجن أنت هتروح ترتكب الجريمة اللي هو ارتكبها دي؟ أكيد لا طبعا لأ أنت هتمتنع عن المكان أصل اللي هو ارتكب في الجريمة هتبعد عن أي حاجة تقول له ناخد عشر سنين ليه؟ فكده حصل لك منع خوف أنا مش هعمل الجريمة عشان ما تحبهش تزيه الردع بقى للشخص ذات نفسه لما يخرج من السجن هلأ يعود ويرتكب الجريمة دي تاني؟ ده العقام فأكيد هيحاول بقدر مكان ما يرتكبش الجريمة تاني يقول لك أنا ضيعت عشر سنين من عمري في السجن ارتكب الجريمة تاني عشان نقل عشر سنين تاني؟ فطبعا هيبقى عنده ردع خوف إنه يرتكب الجريمة تاني يبقى وظائف الجزاء الجنائي عندي وظيفتين منع وردع فيه بعد كده هنأخذ بقى القواعد الفرق ما بين القواعد القانونية والقواعد الاجتماعية الأخرى زي الفرق ما بين القانون والدين هنفرق ما بين القانون من حيث مثلا النتاج بتاعه ومن حيث الجزاء من اللي بيوقعه كذلك بالنسبة للدين النتاج بتاعه والجزاء من اللي بيوقعه أولا نعرف بس يعني كلمة الدين الدين هو مجموعة الأوامر والنواهي التي أوحى بها الله إلى رسله وأنبيائه ليبلغونها إلى الناس ليعملوا بها لصلاحهم في الدنيا والآخرة مجموعة أوامر ونواهي ربنا يعني بعتها لنا عن طريق الرسل والأنبياء عشان نلتزم بها عشان دي تأدينا يعني إلى الصلاح بتاعنا في الدنيا والآخرة ده الدين طب تعالوا بقى نعرف لو أنا خليفة القاعدة الدينية هيتطبق عليها الجزاء إمتى ولو خليفة القاعدة القانونية هيتطبق عليها الجزاء إمتى طيب التمييز بين القانون دي من حيث الجزاء سلطة توقيع الجزاء في القانون احنا عرفنا من شوية أن هي السلطة العامة والسلطة العامة دلي هو بشر صح كده طيب أما في الدين فهي سلطة إلهية يعني لو أنت خليفة ما صلتش ما صمتش هنا العقاب بتاعك مش البشر اللي بيعجبوك العقاب بيبقى عند ربنا طبعا يبقى العقاب بتاعه السلطة إلهية طيب فيه بعد كده التمييز بين القانون والدين من حيث النطاق خلي بالك القانون والدين اللي اتنين بيهدفوا إلى تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع يعني يهدف كل من الدين والقانون إلى تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع يعني الدين بيبقى فيه نصح ورشاد ليك عشان تبقى شخص كويس وصالح والقانون طبعا بيلزمك أن أنت تطبق بعض القواعد غزب عنك ولو خليفتها ساعتها بتتعرض للعقاب طيب غاية الدين غاية مثالية يهدف إلى تربيت الإنسان الكامل الطاهر السيرة ده هدف بتاعة الدين أما الغاية بتاعة القانون غاية نفعية يهدف إلى المحافظة على النظام في المجتمع وتحقيق العدل والمساواة بين الناس إذن ده الفرق ما بين يعتبر القانون والدين طيب فيه بعد كده الأخلاق برضه ينفرر ما بين القانون والقواعد الأخلاقية الأخلاق عبارة عن إيه؟ هي مجموعة القواعد التي تهدف إلى بلوغ الفرد درجة الكمال عن طريق قيامه بفعل الخير ونهيه عن فعل الشر يعني مجموعة القواعد بتهدف إلى البلوغ الشخصي ببالغ درجة الكمال اللي هو عن طريق بتنهي عن فعل الشر وتخليه يقبل على فعل الخير عارف اللي هو ده من أخلاقه ما تسمحلوش أنه يعمل حاجة دي لأنه الأخلاق بتاعته نشأت على أنه يعمل حاجة الخير ويبتعد عن الشر طيب هنفرق طبعا ما بين الأخلاق والقانون من حيث النتاق ومن حيث من اللي هيوقع العقاب بس في الأول كده أقول لك أنا في القاعدة القانونية أنا بعقبك على السلوك الخارجي يعني أنت فكرت في حاجة تعملها ماليش دعم أفكارك فيها إيه في القانون ماليش دعم بدماغك فيها إيه أنا يهمني أنت نفست إيه طبقت إيه عملت إيه يبنى لي علاقة بالسلوك الخارجي وليس السلوك الداخلي أما في الأخلاق أنا اللي بعاقب نفسي فبالتالي أنا ممكن أعاقب نفسي عن الأفكار الداخلية أو لو أنا خرقت هذه الأفكار يعني أنا بعاقب نفسي على السلوك الداخلي أو السلوك الخارجي ده في الأخلاق أما في القانون القانون السلطة العامة مش هتوقع علي العقاب إلا لو حصل صدر مني فعل خارجي يعني أنا قمت بفعل فعل إنما لو أنا فكرت ما يتعاقبش طبعا على الأفكار إنما في الأخلاق ده أنا إيه اللي خالي أفكر كده ليه أنا عمري ما كنت سيء للدرجة دي أن أنا أفكر أن أنا أأذي حد فأنا هنا يعتبر بعقب نفسي عما لأني بنفسي أن أنا فكرت بس أأذي حد طيب يبقى دوت تعريف الأخلاق تعال بقى ناخد التمييز ما بين القانون والأخلاق من حيث النطاق الأخلاق تتناول سلوك الفرد نحو نفسه ونحو غيره من أفراد المجتمع ما بينه بين نفسه وبينه بين المجتمع وتشمل أعمال الناس الباطنة وأعمالهم الزائرة يعني ليه علاقة بالسلوك الداخلي بتاعك والسلوك الخارجي ده في الأخلاق يعني تشمل أعمال الباطنة والأعمال الزاهرة الأعمال اللي جواك والأعمال اللي أنت طلعت بها برنا أما القانون يقتضي تنظيم بعض العلاقات التي لا يدخل فيها للأخلاق ما ليش دعو بالأخلاق مست روايح المرور وإجراءات التقادي دي حاجة خاصة بالقانون فيه بعد كده التمييز بين القانون والأخلاق من حيث الجزاء على الفاكرة بقى أنت المفروض تبقى حفظت كده على طول القانون اللي بيطبق الجزاء بتاعه مين السلطة العامة تلقائي لو خدتابل فيه القانون في الحالات اللي احنا نذكرها كلها اللي هو التمييز ما بين وبين بقى الكواعد الاجتماعي الأخرى هتلاحظ أني القانون اللي بيطبق العقاب بتاعه السلطة العامة أما بقى الدين الأخلاق هتفترق يعني مثلا في الدين اللي عقاب ببقى السلطة الإلهية عندك هنا الأخلاق اللي هو الشخص ذات نفسه هو اللي بيوقع العقاب على نفسه عن طريق تأنيب الضمير طب جزاء القاعدة الأخلاقية أدبيا حصل في تأنيب الضمير الإنساني أو في رفض المجتمع للفعل المخالف للأخلاق تحسين هو منبوز من المجتمع كده نتيجة الفعل الخاطر اللي هو عمله جزاء القاعدة القانونية قال لجزاء القاعدة القانونية تطبقوا السلطة العامة عن طريق الإجبار والإلزام بالوسائل المادية خلي بالك في القاعدة القانونية لو أنت خلفت القانون ده أنا هلزمك أخليك تطبقه غصبا عنك ولو ما طبقتوش هوقع عليك إيه جزاء فأنت ملزم به إلزام يعني قانوني غصبا عنك مجبر عليه طيب القانون هنفرى برضو ما بينه ما بين العادات الاجتماعية العادات دي لو عادة الناس متعودة عليها زي عادات معينة في الأفراح في الماءات مثلا في المناسبات يعني دي عادات معينة بيلتزموا بيها اللبس بتاعهم عامل إزاي العادات والتقاليد في الأكر في الشرب في المأكل في الملبس أي ما يكون العادات بتاعتهم طيب يبقى العادات هو ما يتواضع الناس في جماعة من الجماعات على اتباعه من تقاليد في أمور حياتهم كالطريقة بتاعتهم في الملبس والطعام أو عاداتهم في حالات الوفاة أو الزواج دي العادات اللي هم متعودين عليها طب لما دي نفهم كده العادات الاجتماعية إذن لو أنا خلفت عادة اجتماعية هل هتعاقب من السلطة العامة؟ لا طبعاً والسلطة العامة ما لها دي عادة في العيلة بتاعتنا احنا متعودين عليها فطبع العقاب هيبقى عن طريق العيلة اللي هم يبقى دايماً إيه نبزلني كده أو أن هم فيه نفور بيني وبينهم بسبب أن أنا خلفت العادة والتقاليد بتاعتهم ده العقاب هيبقى فيه العداد الاجتماعية لأن العداد دي عادة احنا متعودين عليها وعلى فكرة عادة موجودة في العيلة دي وممكن ما يكونش موجودة في عيلة تانية خالص ده طبيعي ما فيهاش مشكلة عكس طبعا القانون لأن القانون بيكون موجود في المجتمع كله وبيتطبق على جميع الأفراد في جميع أنهاء الجمهورية واللي بيخلفه طبعا هي اللي بتوقع هي السلطة واحدة اللي هي السلطة العامة طيب التمييز بين القانون والعادات الاجتماعية من حيث الجزاء في القانون هو جزاء وضعي تتدخل السلطة العامة لتوقيعه على من يخالفه زي ما قلنا أما في العادات الاجتماعية مكسور على الرفض والإنقار لها يعني انت عملته ده غلط مفروض ما تعملوش تاني شكلنا ايه قدام العيلة فتحس اننا ايه يعني فيه رفض وإنقار للفعل انت عملته لأن ده مخالف للعادات والتقاليد بتاعة العيلة بتاعتنا طيب فيه بعد كده بقى انا عمل اقول لك القانون القانون طيب ايوة القانون ده انت جايبينه منين يعني جبتي القانون ده منين عملت لي المادة كذا رقم كذا في قانون كذا ايوة جبت لي الحاجات دي كلها منين فبنقول هنا مصادر القانون المصري المصادر اللي هو المنبع بتاع القانون القانون ده جاي منين بالزبط القانون اللي عندنا ده احنا جايبناه منين بالزبط طيب القاضي لما جيت طبق على الواقع الأدامة أو على القاضية اللي قدامه او الجريمة اللي قدامه طبق القانون هل القانون ده جابه من دماغه اكيد لا طبعا تبرجع لإيه فقالك هناك مصادر القاضي بيرجع ليه عشان يطبق القانون على الواقعة اللي موجودة قدامه عندي تلات مصادر للقانون في مصادر رسمية او اصلية ودي اهم مصادر لو القاضي ملقاش في القانون او في المصادر الاصلية حكم ليه او قانون يطبق على القضية اللي قدامه بيضطر يلجأ الى المصادر الاحتياطية ما لاقاش في المصادر الاحتياطية بيلجأ إلى المصادر التفسيرية بس على فكرة المصادر التفسيرية في الزمن الحالي ما بيناش بنرجع لها كان الأول ممكن نرجع لها ما في العصر الحديث ما بيناش بنرجع لي المصادر التفسيرية طيب المصادر الرسمية للقانون المصري واحد مصادر أصلية اللي هو التشريع اتنين مصادر احتياطية اللي هو العرف مبادئ الشريعة الإسلامية قواعد القانون الطبيعي وقواعد العدالة ثلاثة مصادر تفسيرية اللي هو الفقهة والقضاء يبقى كده أنا عندي ثلاثة أنواع من المصادر مصادر أصلية اللي هو التشريع خلي بالك وارد يجيلك في الامتحان ما هي مصادر أصلية للقانون المصري يبقى عارفة النوع التشريع ما هي المصادر الاختياطية وتبع ع leggها بالترتيب لأن القادل لو ملقاش في التشريع بيرجأ للعرف ملقاش في العرف يرجأ لمبادئ الشريع الإسلامية مبادئ الشريع الإسلامية بيلجأ إلى قواعد القانون الطبيعي وقواعد العدالة وفي الآخر طبعاً مصادر أخرى تسمى مصادر تفسيرية اللي هو الفكه والإيه؟ الفكه والقضاء طيب فيه بعد كده تعريف التشريع احنا قلنا أول مصدر من المصادر بتاعة القانون اللي هو المصادر الأصلية اللي هو التشريع عبارة عن إيه التشريع دوت؟ التشريع عبارة عن وضع القواعد القانونية في صورة مكتوبة بواسطة السلطة المختصة بذلك في الدولة عبارة عن قواعد مكتوبة بواسطة السلطة المختصة بذلك السلطة المسؤولة عن وضع القوانين هي اللي وضعت هذه القوانين زي مثلاً التشريع العادي اللي بيصدر من مجلس الشعب بمشروع قانون بيتقدم المجلس الشعب وبيتحصل له مناشة وبعد كده تصويت وبعد كده تنفيذ عن طريق تصديق رئيس الجمهورية عليه وبالتالي بيتحط فيه بيكون مكتوب بالناس أي حد يقدر يطالع عليه لأنه بيتنشر في جريدة رسمية وبيتطبق على الناس كلها فهنا بيسمى تشريع يبقى وضع القواعد القانونية في صورة مكتوبة إذن التشريع هنا لو لاحظت أنه واضح ومنضبط لأنه مكتوب قدامك فبالتالي أي حد يقدر يطالع على التشريع ويقدر يقراه ويعرف إيه الكوانين بالزبط ويلتزم بيها طيب مزايا التشريع التشريع اللي هو المصادر الأولى في القانون عندي التشريع لمزايا وليعيوم إيه اللي بيميز التشريع عندي؟ أنا عندي خمس مميزات للتشريع واحد الوضوح والانضبط واضح قدامك ومنضبط أنت شايفه قدامك اللي مش شايفه تقدر تطالع عليه ولا؟ آه تقدر تكره؟ آه يعني أنت تقدر تطالع عليه لأنه واضح ومنضبط قدامك اثنين دقة السياغة بتاعته هو دقيق السياغة القانونية بتاعته دقيق جدا لما بيجي يضع القانون تلاقي فيه دقة في القوانين المحتوطة ثلاثة سرعة إعداده ما بيخدش وقت يعني خليبك هو سرعة إعداده ما بيخدش وقت بالنسبة لو قرناه ما بين التشريع والعرف لأنه ناخد كمان شوية عشان تعمل قاعدة قانونية من العرف عشر سنين يعني العرف ده حاجة متعرف عليها عادة الناس كلها تعودت عليها عشان أعمل من العادة دي قانون لازم تكون استمرت يجي عشر سنين عشان أعمل منها قانون وليزم الناس كلها بيه أما التشريع لا أنا ممكن في خلال مثلا ست شهور سنة سنتين في خلال المدة بسيطة خالص قادر أعمل إيه التشريع أربعة التشريع يسام في وحدة القانون داخل الدولة ليه هو أول مصدر بيرجع له القادي التشريع فبالتالي لو حصلت جريمة في أي مكان في أنحاء الجمهورية القادي اللي موجود مثلا في اللقصر هو هو نفس القادي يعني القادي اللي موجود في اللقصر لو حصلت عنده جريمة قد هيطبق قانون هيطبق القانون لو إعدام والقادي اللي موجود في اسكندرية لو هنا هنا هو لو روحنا شماله جنوبه واللي موجود في اسكندرية لو جريمة قتل حصلت عنده هيطبق برضو القانون اللي هو العقابة هيكون اعدام يعني هنا اعطى اعدام وهنا اعطى اعدام بنان على ايه بنان على التشريع لان الاتنين غزبا عنهم لازم نرجعوا ليه التشريع فبالتالي القانون ساعتها لو لوحظنا التشريع يسام فيه وحدة القانون داخل المجتمع هنا زي هنا طالما داخل الدائرة بتاعة الدولة فهنا الشرق زي الغرب زي الشمال زي الجنوب كل مكان في انحاء الجمهورية هيطبق عليه قانون واحد اللي هو التشريع فبالتالي هتلاقي حكم القادي ده زي حكم القادي دوت طيب رقم خمسة التشريع عامل مهم من عوامل تطوير المجتمع دايما لو لقينا مثلا فيه قعدة قانونية بتطبق في دولة ولقينا فيها نجاح فهنتطر ان احنا ساعتها ناخدها وندخلها في تشريع بتاعنا عشان نطور المجتمع بتاعنا ويواكب التطورات اللي بتحصل في المجتمعات الاخرى يبقى مزايا التشريع خمس مزايا مهمين جدا الوضوح والانضباط دكة السياغة سرعة اعداده التشريع يسام في وحدة القانون داخل الدولة التشريع عامل مهم من عوامل تطوير المجتمع طيب فيه بعد كده عيوب التشريع التشريع لعيوب عندك اتنين موجودين واحد الجبود اتنين عدم تعبيره التعبير الصحيح عن ظروف الجماعة طيب يعني ايه الجمود بمعنى ان التشريع قد يوضع في الفاظ محددة ويؤدي الى ان تصبح القاعدة القرونية الجامدة لا تتلائم او لا تلائم تطور المجتمع جامد هي القاعدة مكتوبة بصيغة معينة ما فيهاش اي تعديل يعني حتى المعنى بتاعها ما ينفعش يخرج منه معاني اخرى ما تدارش تفسره تفسير اكتر من تفسير هو تفسير واحد ليه فبالتالي تحس ان هو جامد تمام ده او العيب العيب التاني عدم تعبيره التعبير الصحيح عن ظروف الجماعة اللي بيضع التشريع مجموعة افراد او الصمتة لعنى فبالتالي ممكن التشريع اللي هم هتطوه يتطفق معي وممكن ما يتطفقش معي ممكن انا بالنسبة لي انا موافق عليه وغيري مش موافق عليه فبالتالي عدم تعبيره التعبير الصحيح عن ظروف الجماعة فيه ناس هتلاقي متفكة على هذا القانون وفيه ناس معترضة عليه بس بالتالي لو رأي الاغلبية كانوا متفكين عليه فبالتالي هتطبق على الكل طيب فيه بعد كده انواع التشريعات وفيه تدرجة من حيث القوة انا عندي ثلاث انواع من التشريعات منهم التشريع الاساسي وفيه التشريع العادي وفي التشريع الفرعي اللي هي اللوائح التشريع الاساسي اللي هو الدستور الدستور هو اعلى التشريعات قوة يعني اعلى تشريعات عندي موجودة في الدولة الدستور اللي هو التشريع اللي بنسميه تشريع الاساسي خلي بقى ممكن اقول لك تشريع الاساسي وممكن اقول لك الدستور الاثنين بمعنى واحد اللي هو التشريع الاساسي هو الدستور يبقى اعلى التشريعات قوة الدستور اللي هو التشريع الاساسي هو أعلى التشريعات في القوة إذ أنها يحدد نظام الحكم في الدولة بيعرفني نظام الحكم إيه ويبين السلطات العامة فيها وبيعرفني مين هي السلطة العامة الموجودة في الدولة إيه السلطات بالزبط العامة الموجودة واختصاص كل منها وبيعرفني كل السلطة من السلطات العامة مختصة إيه بالزبط ده ليه اختصاص وده ليه اختصاص وده ليه اختصاص وعلاقتها بعضها بالبعض الآخر وكمان بيعرفني كل السلطة من السلطات بتاع الدولة علاقتها ايه بالسلطة الاخرى طيب احنا عندي على الفكرة عندك فيه تلات سلطات مثلا موهدين فيه سلطة قضائية فيه سلطة تنفيذية فيه سلطة تشريعية بناء على الدستور معرفني السلطة تشريعية بتعمل ايه بالزبط بناء على الدستور بيعرفني السلطة التنفيذية دورها ايه واختصاصاتها ايه بالزبط بناء برضو على الدستور السلطة بيعرفني السلطة القضائية اختصاصاتها ايه وبتعمل ايه بالزبط يبقى كده برجع للدستور لان الدستور اعلى تشريعات في القوة وبيعرفني اختصاصات مين هي السلطات اللي موجودة في الدولة واختصاص كل سلطة من سلطات الدولة فيه بعد كده التشريع العادي تاني تشريع من التشريعات انا قلتلك تشريع اساسي اولاني اللي هو الدستور التشريع تاني اللي هو العادي هو مجموعة القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة التشريعية في الدولة في موضوع معين تبقى للدستور خلي بالك هو أول حاجة عندي اللي أنا بلتزم به الدستور طب فيك قاعدة قانونية ممكن يكون أغفل عنها أو جريمة معينة أغفل عنها الدستور وملهاش عقاب بس هي جريمة وظهرت أو كانت مستجدة في المجتمع بتاعنا وملهاش مثلا عقاب أو الدستور ما نصش عليها فنتطر نلجأ للسلطة التشريعية اللي هو مجلس الشعب ونعمل مشروع قانونه ويتقدم للمجلس ونتناقش والناقش يعني ونعمل عليه تصويت وينزل موافقة بعد كده يتطبق بس أهم حاجة إن التشريع العادي دوت لما نيجي نحطه أو يحطه مجلس الشعب ما يكونش مخالف للتشريع الأساسي اللي هو الدستور يعني ما ينفعش أحط القاعدة قانونية في التشريع العادي تخالف الدستور أو تخالف القواعد القانونية اللي موجودة في الدستور أهم حاجة ما يكونش مخالفة للدستور يبقى التشريع العادي اللي بيضع التشريع العادي اللي هو السلطة التشريعية اللي هو فيما معناها اللي هو مجلس الشعب طيب فيه بعد كده تالت تشريع عندي اللي هو التشريع الفرعي اللي هو التشريع الثانوي أو اللوائح ممكن نقول عليه تشريع الثانوي أو اللوائح اللي هو بنسميه التشريع الفرعي كده أنا قلت ثلاثة تشريع أساسي وتشريع عادي وتشريع فرعي التشريع الفرعي هو من اختصاص السلطة التنفيذية بصفة أصلية دايما نذكر كلمة لوائح تم صدور لائحة من رئيس الجمهورية لوائح مثلا تفودية لوائح تنظيمية لوائح ضبط لوائح ضرورة فهنا لوائح بتصدر عن طريق السلطة التنفيذية نتيجة ظروف معينة خلي بالك هو المفروض الدستور في كل القوانين أغفل الدستور عن بعض القوانين والعقاب بتاع مثلا جرائم معينة بلجأ لمجلس الشعب مجلس الشعب مش موجود حالة ضرورة هنضطر نلجأ لرئيس الجمهورية لإصدار تشريع بيسمى تشريع فرعي أو ممكن نطلق عليه كلمة إيه لائحة طيب يبقى التشريع الفرعي اللي هو تشريع السنواء أو لوائح هو من اختصاص السلطة التنفيذية بصفة أصلية وهي تستمد هذا الاختصاص مباشرة من الدستور يعني مش بمزاجه ده عن طريق الدستور هو اللي أعطاه هذا الاختصاص وتسمى التشريعات الصادرة من السلطة التنفيذية بكلمة اللوائح ودائما بنسمع عنها كتير جدا طيب مراحل وضع التشريع العادي التشريع العادي اللي هو بيضعه مجلس شعب بيمر بثلاث مراحل المرحلة الأولى اكتراح التشريع أي إعداده في صورة مشروع مكون من مواد وتقديمه إلى الهيئة التشريعية في الدولة للموافقة عليه يعني بنعمل مشروع مكون من مجموعة مواد وبنقدمه إلى الهيئة التشريعية بتاعت مجلس الشعب ويبتدي بقى نشوف الموضوع الموافقة عليه يعني بتدي يحصل عليه التصويت ومنقشة وبعد كده تصويت بالموافقة أو الرفض وبعد كده هناخد المرحلة اللي بعدين اللي هو تتعيرد على رئيس الجمهورية تصدق عليه ووافق عليه بيتنشر في جريدة رسمية ويلتزم به الناس كلها طيب اتنين اللي هو المناقشة والتصويت يبقى أول حاجة الاكتراح تاني حاجة المناقشة والتصويت المناقشة والتصويت تعرض المشروعات أو الاكتراحات إلى مجلس الشعب لمناقشتها وبعد انتهاء من المناقشة يجرى التصويت على المشروع والاكتراحات وتتم الموافقة عليها بالأغلبية المطلقة هنا كلمة الأغلبية المطلقة بالمناسبة يعني اللي هو خمسين زاد واحد اللي هو أهم حاجة عد النص وخلاص أغلبية مطلقة يعني أعدي النص طالما مثلا لو احنا نفترض اعضاء مجل الشعب 100 عضو يبقى انا عايز موافقة 51 عضو رقم 3 نافذ التشريع اي اصداره من رئيس الجمهورية وعدم اعتراضه عليه ثم نشره في الجريدة الرسمية يبقى كده لو لاحزنا ان انا مريت بتلت مراحل المرحلة الاولى اللي احنا بنقترح مشروع او بنقترح قانون بعد كده بيحصل عليه منقشة وتصويت بنبتد النهاش ومتدد نعمل تصويت بالموافقة والرب بعد كده النفاذ اللي هو عن طريق رئيس الجمهورية اللي هو بيصدق عليه وبيوافق عليه وبعد كده يتنشر فيه جريدة رسمية ومدام اتنشر فيه جريدة رسمية يبقى كده احنا نفترض ان الناس كلها على علم بالقانون اللي صدر جديد فيه بعد كده المفروض اللوايح او التشريع اسف المفروض التشريع العادي من المسؤول عن وضعه مجلس الشعب ولكن هناك حالات يجوز فيها لرئيس الجمهورية انه هو يتولى سلطة سن التشريع العادي في بعض الحالات ممكن نخلي رئيس الجمهورية هو اللي يحط التشريع العادي حالتين حالة اسمها حالة التفويض وحالة اسمها حالة الضرورة يبقى هناك حالات يجوز فيها لرئيس الجمهورية ان يتولى سلطة اصدار التشريع العادي احنا قلنا كان فيه تشريع اساسي وكان فيه تشريع عادي وكان فيه تشريع فرعي قلنا التشريع العادي كان المسؤول عن وضعه كان مجلس الشعب متمثل في السلطة التشريعية طب حصل ظرفه معين قلنا اصلا بعد كده برضو ان التشريع الفرعي كان اللي بيضع التشريع الفرعي اللي هو الكلمة كانت بتسمى ساعتها اللوائح كان رئيس الجمهورية او سلطة تنفيذية طب يبقى كده التشريع العادي المفروض اللي بيضعه المجلس الشعب ولكن الظروف معينة بنتطر ان يلجأ الى رئيس الجمهورية لوضع التشريع العادي الظروف دي حالتين حالة اسمها حالة التفويد وحالة اسمها حالة الضرورة الحالة التفويد دي ان شاء الله يعني لو ربنا كرم ودخلته شعبة قانون في الصف الثالث هتعرف الفرق ما بينهم كويس جدا حالة التفويد وحالة الضرورة حالة التفويد ده يعني لما انا مجلس الشعب موجود ومنعقد ولكن الظروف معينة مش هيقدر ان هو يصدر القرار النهاردة عشان ياخد يعمل قانون ويتصوت عليه ويحصل تصويته ومنع شويه هياخد وقت فاحنا مستعجلين فبينحق مجلس الشعب ساعت ان هو يفوض رئيس الجمهورية في اصدار هذا التشريع في حالات تانية اسمها حالة ضرورة نفترض ان المجلس مش منعقد او جلسة الانعقاد لسه ما اكتمتش او لسه ما حصلش انتخابات لمجلس الشعب فبالتالي ما عنديه السلطة التشريعية فبضطر الجأ في حالة التضرورة زي مثلا حالة حرب بضطر الجأ لرئيس الجمهورية عشان ياخد اللي هو القانون بسرعة او يصدر قانون بسرعة اللي هو التشريع العادي هو في الاصل مفروض تشريع العادي بيصدره مجلس الشعب ولكن لحالات معينة بنخلي رئيس الجمهورية هو ايه اللي يصدره طيب شروط تفويد مجلس الشعب لرئيس الجمهورية في الزار التشريع العادي ايه بقى شروط امتى يعني ايه الشروط الواجب توفرها عشان نخلي مجلس شعب يفوض رئيس الجمهورية في الزار التشريع العادي واحد ان تكون هناك ظروف استثنائية يعني لازم ان يكون هناك حالة ضرورة او ظرف استثنائية زي اسمة سياسية او اقتصادية او حالة حرب اي حالة من الظروف اللي موجودة قدامي دي بمضطرة خلي رئيس الجمهورية هو اللي يصدر تشريع العادي اتنين ان تحدد الموضوعات اللي تشمل التفويل انا مش بعمله تفويل عام لا انا بحدد له الموضوعات اللي هو هيصدر فيها التشريع العادي يعني بعرفه انا فوضتك في التعليم مثلا فوضتك في الصحة مثلا يعني بفوضه في شيء معين مش تفويل عام ده انا لازم انا حدد الموضوعات اللي انا هفوضه فيها اللي هو هيقدر يصدر فيها التشريع العادي فقط لا غير موضوعات معينة تلاتة أن يؤكد التوفيط بمدة محددة طبعا مش بقوله أنه انفوضك مدى الحياة لا التوفيط عشان يصدر التشريع العادي أصلا إحنا ثلاث سلطات سلطة تشريعية وسلطة قوضية وسلطة تنفيذية كل سلطة من السلطات دول منفصلة عن الأخرى وكل سلطة ليه اختصاصتها ولا يجوز لأي سلطة من الثلاث سلطات أن يتدخل في أعمال السلطة الأخرى ولكن قلت لك لظروف معينة اضطرنا نخلي السلطة التنفيذية تقوم بأعمال كان المفروض تقوم بها السلطة التشريعية طب أنا لما جاء أفوض بقى السلطة التنفيذية في إصدار هذه الكوانين أو التشريعات العادية فهنا أنا بدي له مدة معينة بقول له مثلا في خلال شهر قدامك أنت هتوزل مجموعة الكوانين لمدة شهر بس لغاية مثلا من المجلس ينعقد أو لغاية مثلا من يعمل انتخابات المجلس فأنا بفوضه مدة معينة رقم أربعة أن تقرض على مجلس الشعبي في أول جلسة بعد انتهاء مدة التوفيد نفترض عملنا مدة التوفيد لمدة شهر يعني بعد انتهاء الشهر لازم نعرض الكوانين اللي اتخذها أو اتخذتها السلطة التنفيذية نعرضها على مجلس الشعب يناقشها لو لقاها أن هي كوانين صحيحة بكرها ويطبقها ويخليها موجودة أما لو لقاها غير صحيحة فبيزيلها بأثر رجعي مش لها خالص لكنها ما صدرتش أصلا طيب في بعد كده أنواع اللوائح أنواع اللوائح عندي أنا قلت لك اللوائح دي اللي يتصدر عن طريق السلطة التنفيذية أنواع اللوائح عندي عندي تلات أنواع أولا اللوائح التنفيذية بص أنا قلت لك أن مجلس الشعب بيصدر تشريع بيسمى تشريع عادي طيب التشريع العادي دوت عشان يتطبق ويتنفذ على الأفراد فهناك شروط أو هناك يعني إحنا قلت لك لازم عشان التشريع العادي دوت يتطبق إحنا بنعمل مقترح لقانون وبعد كي يحصل عليه مناشة وبعد كي يحصل عليه التصويت وبعد كده بيتم تنفيذه عن طريق رئيس الجمهورية أو التصديق عليه من رئيس الجمهورية وتطبيقه على الأفراد ونشر في جريدة رسمية يعني طيب رئيس الجمهورية بيصدره كده بالبقه خلاص لا طبعا عن طريق ليحة اسمها لوائح تنفيذية يبقى اللوائح دي مقصود بيها أننا هنفذ قانون صادر من مجلس الشعب يبقى هي اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية متضمنة التفصيلات المتعلقة بتنفيذ التشريعات العادية طيب فيه بعد كده اللوائح التنظيمية هي اللوائح التي تصدرها السلطة متضمنة القواعد اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق العامة في الدولة ويختص بإصدار هذه اللوائح رئيس الجمهورية لوائح تنظيمية اللوائح بتصدر لتنظيم المرافق العامة مثلا زي ما أنت تشوف دايما على مثلا مدرسة هتلاقي دايما محطوب كده الرخامة مكتوب أنه في عهد الرئيس كذا تم إنشاء كذا فهو صدرت عن طريق يعني تم إنشاء هذه المدرسة عن طريق لائحة بتسمى لائحة تنظيمية أو عند مستشفى حكومة هتلاقي في عهد كذا تم إنشاء هذه المستشفى فدي بتسمى برضو تم إنشاء هذه المستشفى عن طريق لائحة بتسمى لائحة ايه تنظيمية آخر واحدة فيهم اللوائح الضبط لوائح الضبط مجموعة من القواعد اللي تضع السلطة التنفيذية للمحافظة على الأمن العام والسكينة العامة وحماية الصحة العامة زي مثلا في زمن الكورونا صدرت لوائح ضبط اللي هو مثلا زي المدارس جينا في وقت الكورونا قلنا في مجموعة طلاب تيجي يوم معين ومجموعة تانية تيجي يوم آخر وهكذا فدي تم إصدار لايحة وتسمى لائحة ضبط عشانات ضد فيها الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة وزي برضو ممكن نقول لوائح ضد زي لوائح المرور خلاص اللي هو بيلتزم بها الأفراد عشان ما تحصلش أي حوادث كده نكون شرحنا الجزء الأولاني من مادة مبادئ القانون التجاري للصف الأول التجاري الموضوع مستحبه خالص محتاج منك تفهمه بعد كده تحفظ أنا حاولت بقدر إمكان أبسط الشرح ما بشرحاش بشكل قانوني صرف خالص أنا بحاول أبسط الأمور عشان أوصل لك المعلومة الزاكر كل موجود وإن شاء الله هيكون موضوع سهل معك لو خدتابل فيه بعد ما تفهم هتلاقي الموضوع الحفظ سهل جدا وكده تكون نهاية الحلقة بتاعتنا وإلى اللي كان آخر في حلقات قادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة